السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يصعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله معانا النهاردة استخارة بالقرآن الكريم بأول حرف من اسمك يعني معانا مجموعتين بسوا كده قد المجموعة الاولى المجموعة الاولى اهي دي اصحاب المجموعة الاولى اهي اصحاب المجموعة الاولى دي يعني لو انتو حروفكم منها فانتو اصحاب المجموعة الاولى هي دي اصحاب المجموعة التانية اهي اصحاب المجموعة التانية طيب احنا نبدأ بالمجموعة الاولى المجموعة الاولى هي حروفها ايه هي حرف الالف المجموعة الاولى حرف الالف حرف البا حرف التا حرف السين حرف الزال حرف الرا حرف الزين حرف السين الجيم الحا الخا الدال الشين الصاد الضاد ده الحروف بتاعت المجموعة الاولى طيب هنقول تاني الف ب ت س زال ر زين سين شين صاد ضاد جيم حا خا دال دول اصحاب المجموعة رقم واحد طيب مجموعة رقم واحد هيختاروا اللون الازرق يعني المجموعة رقم واحد هما اللون الازرق المجموعة رقم اثنين اهي مع اللون الاحمر هنخليها كده على جنب دلوقتي ونبدأ بقى باصحاب المجموعة رقم واحد اللي اختاروا اللون الازرق حابة تختار باول حرفة من اسمك تمام حابة الشمعة هي اللي تختارلك اللي انت عايزها استخارة دي الفترة اللي جاية دي كلها. نقول بسم الله ونشوف مع بعض. بسم الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. صورة مريم. انتو طلعت لكم صورة مريم. يعني انا مش عارفة اقول لكم ايه بس طالب. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طيب. قولولي بقى صورة مريم دي بتعني لكم ايه? صورة مريم بتديكم ايه? او ايه اللي بيحصل عندكم اول حاجة انتو عندكم دايما الرحمة في قلبكم عندكم خروج من محنة خروج من جيء خروج من قسرة قلب او من طاقة سلبية انتو الفترة دي مضغطين ضغطا تاما من اكتر من حاجة عليكم مسئولية كبيرة او عليكم مسئولية عمالة زيد البعض منكم باذن الله هيكون فيه راحة حلوة جدا الفترة دي لانه فيه ايه لانه فيه امور مستجدة الفترة دي كمان انتو حاسين ان هي صعبة ليه علشان خاطر مريته بخزلان اكتر من مرة انتو نفسكم تغيروا اللي انتو فيه او نفسكم في اي حاجة تفرحكم ربكم هو اللي عالم بالحاجات اللي انتو بتعملوها عندكم بشرة خير الفترة دي كمان انتو يعني انتو ايه مشاكلكم مشاكلكم ان انتو دايما بتلاقوا عراقيل في حياتكم عندكم حاجات كتيرة جدا بتحصل غلط عندكم يعني ايه يعني انتو ممكن تعافروا او تيجوا عن نفسكم من اجل الاخرين ومفيش اي اكتمال فيه اي مواضية فيه واحدة ستة عندكم الستة دي اه كبيرة في السن دايما بتحط اللوم عليكم ودايما بتأذي فيكم وانتو ملكمش ايه زند كمان انتو هنا عندكم شكوى والشكوى دي لله انتو ما بتشتكوش لحد انتو بتشتكو دايما لربنا ربنا هينجيكم وهيخفر لكم عن عذاب قليم في حياتكم كمان فيه طاقة سلبية متوزعة عليكم عندكم خبر حملة او عندكم مولود جديد او عندكم حاجة تخص اطفال جديدة اه كمان انتو اه بينكم وبين الاهل بعض المشاكل البعض المشاكل بعض الامور فيها دي وفيها خنة بس الامور دي هتتحن كمان البعض منكم عايز يعمل حجيمة البعض منكم عايز يكشف البعض منكم عايز يروح لطبيب الله اعلم البشرة اللي جاية هتخلكم تبعدوا عن ناس كتيرة جدا وخلاص يعني انتو حاليا بتقفلوا ببين كتيرة جدا في وشكم يعني في وش ناس كتيرة موجودة في حياتكم كمان انتو هنا ما بقتوش حابين تتجاهلوا حد يعني مش حابين ان انتو تفتحوا مواضيع وحابين ان انتو تعملوا حاجات كتيرة جدا مختلفة اه عندكم هنا حصدا تامة لحاجات انتو عملتوها في حياتكم كمان انتو هنا يعني الليل والنهار عندك العكس او عندكم العكس يعني ممكن يكون الليل عكس النهار او الامور عندكم منقلبة عندكم تساقط شعر اه في حاجة عمالة تتساقط منكم في هموم بازن اللي هتنزاح من حياتكم بشكل كبير انتو من الاشخاص اللي هي اشخاص اجتماعية اشخاص بتحب الحياة اشخاص بتحب ان هي دايما تتعامل بما يرضي الله بس الفترة دي تخلوا بالكم كويس جدا من اي حاجة في حياتكم البعض منكم بيصوم البعض منكم عنده ايام عايز يخلص منها الله اعلم البعض منكم متحمل فوق الطاقة بتاعته وفي حاجة معينة تأخر عنه وعشان كده قلقانين اول فترة دي اه او في امور عندكم بتستجد في واحدة ستة تعبانة ستة كبيرة ام هي من ناحية العيلة تعبانة اه في اشارة لكم الاشارة دي هتكون طاقة معينة لحياتكم او هيكون في تجديد للامور عندكم بس انتو حاليا حاسين ان انتو الوحدي وحدكم حاسين ان انتو مهما يكون في ناس حواليكم حاسين ان انتو الوحدكم حاسين وما فيش اي حد جنبكم مش راضيين عن اي حاجة في حياتكم البعض منكم اتظلم من ناس كتيرة جدا اتصدمتوا من اكتر من ناس ودايما الصدمة بتجي لكم من اقرب الناس اللي في حياتكم طيب الخيانة مازالت مؤثرة عليكم عشان كده بتمروا بديء من فترة للتانية اه بعد الحزن اكل منكم كتير في شخص عزيز عليكم ظلامكم في يوم من الايام وما توقعتوش ان الصدمة او الهم او الغدر او الطاقة المؤذية دي تتوزع عليكم من الشخص ده كمان انتو دايما بترجعوا ربنا مهما يحصل عندكم اخطاء عندكم اسم محمد واسم ابراهيم واسم يحيا دول موجودين في حياتكم او بينكم او حروفهم موجودة في حيات الله اعلم انتو حد عصابكم او حد ازاكم وبعدتوا عنه وقررتوا انتو ما تتعاملوش معه تاني فيه هجرة عندكم انتو بتهاجروا حد او عدنويين تهاجروا حد لا اعلم بس فيه هجرة عندكم بشكل كبير جدا كمان انتو هنا بتعتزلوا او عندكم اعتزال او نويين تعتزلوا عن حاجات كتيرة موجودة في حياتكم كمان بينكم ما بين حد خطوط بينكم ما بين حد خلاص حدود بينكم ما بين حد مش عايزين تتعاملوا مع الله واعلم انتو دايما حاسين بالوجع ما بقتوش زي الاول اعتزلتوا عن حاجات كتيرة جدا ما بقتوش تحبوا الكلام ما بقتوش تحبوا الضحكة على يعني يضحقوا عليكم ما بيتوش تعملوا حاجات في حياتكم عندكم شخص واحد بس في حياتكم هو اللي مخلص لكم هو اللي بيحبوكم فعلا وهو اللي واقف معكم انتوا دايما بتحبوا تمشوا برجلكم اليمين في الطريق السليم ما بتحبوش ابدا اي طريق فيه مؤزم عندكم رحمة وعندكم امور مستجدة دايما عندكم وعد والوعد ده بيؤمركم ان انتوا ما تفعلوش غير الخير مين الشخص المريض اللي عندكم او في حد انتوا بينكم ما بينه صداقة تربطكم بينكم ما بينه امور الله اعلم طيب انتوا عندكم زرية صالحة او هيكون في زرية صالحة من غير اي كلام باذن الله في حد هيحضر لكم هدية او في هدية عندكم بتتحضر لكم او هتجيلكم الله اعلم كمان في خروج من محنة وخروج من دي طيب مين اللي عندكم الشخص او الحد اللي طريقه نرجسي اللي طريقه سلبي دايما بيتابع الشهوات بتاعة الخطأ يعني ما بيمشيش بما يرضي الله انتوا حاليا مش مرتحين في ناس حواليكم عايزة تاخد من الطاقة بتاعتكم فياريت تخلوا بالكم كويس جدا ما فيش حد يمهتم بيكم زي ما انتوا فاكرين انتوا بدأتوا تسمعوا اكتر ما تتكلموا بدأتوا ان انتوا تشوفوا الحياة ماشية ازاي وفي الطريق الصح عندكم امر والامر ده بين ايديكم او عرض بين ايديكم فلازم بقدر المستطاع تمسكوا فيه بقدر يعني بقد ما تقدروا ليه عشان الحاجة اللي معاكم دي طريق خير ليكم فلازم تخلوا بالكم كويس جدا بقدر المستطاع انتوا ما بقتوش زي الاول بقية الطاقات عندكم بتتجدد عليكم ندر هتوفي بيه باذن الله في طريق نجاح حلو قوي بس فيه موضوعين محيرينكم وخايفين منهم قوي ومش عارفين تعملوا فيهم ايه انتوا من وقت للتاني بتيجوا على نفسكم وخايفين جدا من اللي بيحصل عندكم العذاب في الساعة المناسبة مش انتوا ما ديضغطوش على نفسكم ابعدوا عن اي شر متوزع عليكم من ناس موجودة في حياتكم فيه ناس بتفكر ان هي بتعمل الصح وهي ما بتعملش الصح خالص انتوا نويتوا ان انتوا تمشوا بما يرضي الله وده بالفعل فيه حاجة انتوا جيتوا على نفسكم فيها ومازالت بتعانوا منها يعني ممكن يكون انتوا جيتوا على صحتكم ما خدتوش علاقة والمناسب تعبتوا شوية واستنيتوا ما كشفتوش في الوقت بسرعة تأخرتوا على نفسكم او فيه امور عندكم بتحاول ان انتوا تجددوها طيب انتوا ليه حاسين بالوحدة رغم ان فيه ناس كتيرة جدا حواليكم ليه علشان اول حاجة العين او انتوا من الناس اللي بتتحسد بسرعة انتوا من الناس اللي العين بتأثر عليها على طول ودايما محطوطة تحت خانة الحسد الشديد اللي فيه حياتكم كمان الفترة دي انتوا هيكون عندكم رضا تاما بيه بنفسكم رضا تاما باللي انتوا فيه كمان انتوا هنا هيكون عندكم تحسن في الدخل تحسن في اي حاجة في حياتكم الفترة دي هي فترتكم فلازم تثبتو وجدكم بقدر المستطاع اااااااااااااااايا بلاش التفكير الزايد وبلاش الضغوط اللي انتوا عمين تضغطو نفسكم فيها ليه علشان خاطر دمعكم قريبة على خدكم ااااااااااااااااااااا ياعني انتوا حساسين جدا اي حاجة ممكن تزعلكم لو افتكرته الماضي بتعياته لو افتكرته اللي بيحصل معكم بتعياته لو افتكرته اي حاجة بتعياته ودا اكبر غلط اقفلوا باب الحزن علشان الأمور عندكم تبقى فيها تحصل انتم مريتوا بحاجات كتيرة جدا محدش يقدر يستحملها الفترة دي بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى ربنا هينجيكم من أي حاجة عندكم كمان طريق والطريق ده مفتوح لكم وهيكون في خير والخير ده هيكون لكم فرق بإذن الله ليه علشان خاطر انتم عانيتوا أكتر من فترة البعض منكم بدأ يهتم بنفسه والبعض منكم بدأ يفعل حاجات جديدة وأشياء مختلفة كمان انتم هنا باسم الله ما شاء الله عليكم هيكون فيه التزام بوظيفة جديدة بشغل جديد بأمور مستجدة الله أعلم بس فيه أكتر من حاجة هتستجد عندكم طيب أعايز أقول كمان النبالكم مشغول بأشخاص ظلامتكم بأشخاص قسرت بخاطركم وعرفت فعلا تدخل قلبكم وتأذيكم وانتم كنتوا طيبين جدا أو بتتعاملوا معاها بما يرض إلا فلازم تخلوا بالكم البعض منكم عايز يمشي من المكان اللي هو فيه بأي شكل ليه علشان حاسين ان المكان ده كل الضغوط وكل العيون جاية عليكم انتم مش مبسطين ولا مرتحين خالص في المكان ده المكان ده مسبب ليكم أذى فيه عيون رشقة في حياتكم العيون دي ممكن تكون سلفة ممكن تكون أمي شريه ممكن تكون حد من أهل البيت أهل البيت دايما هم اللي بيبقوا عارفين أسراركم تمان انتم روحانياتكم عالية جدا الحاجة اللي بتحسوها بتحصل معاكم من غير ما تفكروا ولا تترددوا يعني ايه يعني فيه أمور عندكم بتستجد فياريت تخلوا بالكم من الستة الخبيثة الشيطانة اللي بتلعب بكم وانتم مش أخدين بالكم يعني فيه ناس مركزة معاكم بأي شكل فيه تغيير عتب عندكم تغيير مكان تغيير أرض تغيير أمور الله أعلم بس حرفيا فيه أكتر من تغيير عندكم الفترة دي البعض منكم بإذن الله هيكون فيه فرغ لكم وخروج من حاجة معينة هيبقى فيه طاقة إيجابية وهيبقى فيه فرغ فيه يازم تخلوا بالكم الفترة دي حرفيا ليه علشان السكة الجديدة مفتوحة في حياتكم بسم الله أول حاجة برضو أنتم عندكم طريق خير الطريق الخير ده هيبقى نجاح مشروع بس الفترة دي حرفية لازم تحصنوا نفسكم ليه علشان فيه شد وجذر بينكم وبين حد فيه طاقة سلبية محطوطة لا إما بينكم وبين أولاد لا إما بينكم وبين شريك الله أعلم فيريد تخلوا بالكم وما تشربوش أي حاجة من إيد حد ليه علشان الأذى متوزع عليكم الأذى اللي متوزع عليكم ده من ناس كتيرة جدا ودايما أنا أقول ما تشربوش حاجة من حد ولا تاكلوا حاجة من حد ليه علشان خاطر أنتم هنا فيه يعني أمور بتأزياكم كمان في حاجة أنتم ضدها في حاجة أنتم رفضينها ومش راضين توافقوا عليها أوعك يستعجلوا في يوم من الأيام على أي حاجة مش أنتم مقتنعين بها كمان فيه اتفاق هيكون حلو جدا فيه شخص عندكم بيكرهكم مش حابب لكم الخير الشخص ده عامل زي جهنم بالزبط مجرم مش حابب لخير لأي حد كمان أنتم هنا فيه تملك لأشياء جديدة فيه شمعة هتنور لطريقكم بإذن الله أنتم بتحترموا الناس اللي بتحترمكم قوي بتحبهم يعني يعني أنتم فعلا من الأشخاص اللي بتيجوا على نفسها علشان من أجل الأشخاص اللي فيه حياتكم فلازم تخلوا بالكم بقدر المستطاع عندكم محكمة والمحكمة دي هتكون فيها خير لكم أنتم أو هيبقى فيها قرار صح بإذن الله لعلشان طال انتظاركم أو طال الأمور اللي أزياكم كمان بسم الله ما شاء الله عليكم أنتم هنا فيه خروج من محنة خروج من أذى مهما تعملوا خير مفيش حد بيقدر الخير اللي أنتم بتعملوه مهما تعملوا مش حاسين أنه فيه حد حابب لكم الخير خالص الناس اللي موجودة في حياتكم دايما بتحاول تأذي فيكم دايما بتتكلم عليكم دايما مؤذيين جدا أنتم هيكونوا في الطاقة الإيجابية بتاعتكم وهيكون فيه فرض لكم فياريت تخلوا بالكم كمان أنتم بقالكم فترة عمين تدعوا ربنا كتير جدا عشان تحققوا الهدف بتاعكم أو البعض منكم بقالوا أكتر من مدة بقالوا أكتر من فترة معينة عمال يدعى ربنا عمال يقول يا رب أنا محتاج لك يا ربي أف جنبي يا ربي ساعدني يا الله أعلم بس عندكم دعاء مستجاب الفترة اللي جاية بإذن الله وهيكون فيه تجديد لطاقة حلوة جدا فبلاش الزعل وببلاش الغدر وببلاش أي حاجة تفكروا فيها سلبية ليه علشان فيه أكتر من طريق مفتوح قدامكم كمان أنتم بسم الله ما شاء الله عليكم فيه عمل وفيه حد هيساعدكم في فلوس أو هيساعدكم في أشياء جديدة فيه تبشيرة حلوة جاية بس لو عليكم ندر أو تنسوه أوفوا بي أوفوا بي الندر اللي عليكم علشان أنت ممكن تكون نسينهم أنت عندكم انفراجة حلوة والانفراجة دي هيكون من وراها خبر متعلق بمكالمة في التليفون المكالمة التليفون دي هتفرحكم قوي وهيكون هتكونوا أسكياء أنتوا هتكتشفوا حيارية الناس اللي حاوليكم كمان أنتم هنا يعني من الناس اللي هي ما يهزهاش الجبل أبدا بس موت حد عندكم أزاكم موت حد عندكم يعني زعلتوا قوي أنه حد توفق أو حد بعد عنكم أنتم هنا يعني ممكن يكون كان فيه مشكلة بينكم وبين حد ودخلتوا حد منكم وده كان غلط منكم أنتم أو ده كان خطيئة أنتم عملتوها فدايما نقول ما تدخلوش أي حد بينكم وبين حد كمان الفترة دي هيكون لك نصرة والنصرة دي هتكون من عند ربنا تسمعوش كلام حد في ناس مؤذية بتحاول تأذيكم بتحاول تلعب بيكم بتحاول تتكلم عليكم فلازم تخلوا بالكم أنتم فوتوا أمركم لربنا وقلتوا حظ بنا الله ونعم الوكيل في أي حد يأذينا أو بمعنى صح أي حد ممكن يتكلم علينا عندكم خير الفترة اللي جاية ورزق والرزق ده هيكون حلو وهيكون خروج من المحن اللي أنتم فيها بس لازم بإذن الله بإذن الله تكون حواطين على اللفقتكم يعني ما تكونوش مصرفين عشان أنتم كوروما جدا كوروما زيادة عن اللزوم فلازم تعملوا حساب الأيام اللي جاية امسكوا على عيدكم امسكوا على مصرفكم وداري على شمعتكم علشان أي حاجة عندكم تتم كمان أنتم هنا بسم الله ومشاء الله عليكم عندكم التبشرات حلو وخروج من ديء لنور بفضل ربنا سبحان الله وتعالى ده كان إيه ده كانت كراءة المجموعة رقم واحد اللي هي الحروف اللي احنا قلناها طيب نشوف مجموعة رقم اتنين بقى اللي اختارت اللون الأحمر اللون الأحمر أهو وهي كمان المجموعة بتاعتكم أهيه والمصحف بتاعكم أهو بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد بسو المجموعة بتاعتكم أهيه أهيه حرف الطه والزه والعين حتى أنا وضح لكم أكتر حرف الطه والزه والعين والغين واللام والميم والنون والفا والكاف والكاف والهيه والواو ييل والياه طيب دول صحاب المجموعة رقم اتنين الشمعة الحمرة هنقول بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اتحدي ما بين المجموعة الأولى والمجموعة التانية شوفوا أنهي اللي هتنطبك عليكم أكتر وأنهي اللي هتكون قوية بالنسبة لكم بسم الله بسم الله صورة الروم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم صلي دي الصورة دي بتدل على إيه؟ بتدل أنه أنتو طال انتظركم أو بتدل أنه أنه في أمور عندكم مستخبية ومدارية هنقول بسم الله أول حاجة أنتو عندكم حسد شديد من مين من أر من الأرض محسودين من الحيطان محسودين من أي حاجة حوالكم الحسد ده هو سبب العراقيل اللي عندكم بقالها أكتر من سنة الأمور اللي عندكم دي سببها حسد شديد البعض منكم عنده فرحة والفرحة دي هتكون نصرة من عندي ربنا هيبقى فيه انتصارة حلوة جدا وهتكونوا مبسوطين على أرض صلبة الفترة دي بس عشان كده لازم تحصنوا نفسكم بقدر المستطاع ليه؟ عشان عندكم تشابك في مواضيع عندكم كمان الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم انتصار الانتصار على العدو اللي موجود في حياتكم فياريت تخلوا بالكم كويس جدا وما تدغوش على نفسكم من أجل الآخرين وبلاش تفضلوا تقولوا كلام سلبي على نفسكم بلاش تقولوا احنا نحس احنا احنا لا اكبر غلط اللي انتو بتعملوا ده انتو عندكم طاقة حلوة بإذن الله ايه الحسد طيب؟ او محسودين على ايه؟ على طيبة القلب على الحنان على اللفئتكم على كل حاجة في حياتكم حتى لو حياتكم بسيطة محسودين عليها الحسد عليكم حق ده جزء كبير من حياتكم فلازم تخلوا بالكم وبلاش ما تدوش اي حاجة في الدنيا اهتمام اكبر من حجمها ليه علشان فيه ناس كتيرة جدا مش حبالكم النجاح اللي انتو فيه حاليا ولا حبالكم النصرة اللي لسه اصلا مجادش في حياتكم ليه؟ علشان الناس مؤزية قوي اتجاهكم بسم الله طيب عندكم هنا حنان وحب لحياتكم او عندكم اختفاء من مشكلة كبيرة جدا شايلين هم الدنيا فوقك تفوقكم وماشيين وده اكبر غلط لازم تدي كل حاجة حق اهم كمان انتو هنا فيه حد بيتكلم عليكم والحد ده انتو مش مديينه اهتمام اصلا فيه عقبة موجودة في حياتكم والعقبة اللي موجودة دي بتحاول انو انتو تتخطوها بقدر المستطع ليه علشان فعلا زي ما قلت لكم طال انتظاركم اه فيه حد هنا الحد ده اه اداكم اوقف جنبكم في اكتر من حاجة واداكم هو دعمكم اه ساعتكم لاكتر من حاجة فالحد ده فعلا كويس جدا فيا ريت خلوا بالكم منو جدا انتو حواليكم اكتر يعني حواليكم ناس كتيرة جدا اكتر من انتو مركزين في حياتكم هم اللي مركزين في حياتكم فيه كذبة وعد عليكم والكذبة اللي وعد عليكم دي انتو صدقتوها وبعد كده اكتشفتوا ان الكذبة دي اه يعني هي كذبة واكتشفتوا ان الوضع ده ما كانش ينفع طيب انتو شغالين اكتر من شغلانا او ممكن تكونوا شغالين وبتفكر اربع وعشرين ساعة فيه امور عندكم يعني كديرة فوق كدفكم بتجتهدوا اكتر اجتهاء اجتهاء لتوصلوا للهدف بتعملوا حاجات محدش يعملها خدوا بالكم من حد بيكرهكم الحد ده بيحاول يستفزوكم ويأزوكم وانتو طيبة قلبكم ممكن تقعوا في الفخ اللي هو عمال يحضره لكم فخدوا بالكم كويس جدا اه فيه حد يعني الاستاذ الاستاذ جدا انه هو يخلق المشاكل من تحت الارض مميز جدا فيه نفور بينكم ما بين الشريك بشكل كبير فيه بعض المشاكل او فيه امور اه يعني بتستجده عندكم في حياتكم كمان فيه اختلاف بينكم ما بين حد والاختلاف ده اه يعني ممكن يكون بينكم ما بين حد علاقة ففيه اختلاف فيه فرق السن فيه حاجة معينة فيه حاجات مختلفة عندكم فيه موضة ورحمة او انتو بتعملوا الشريك بالموضة والرحمة وهو العكس تماما فيه تفكير رهيب عندكم كمان انتو من المناء يعني منامتكم بالليل فيها كوابيس مش عارفين ترتاحوا او مش مرتاحين حتى في نومكم مش مرتاحين عندكم لقاء حلو جدا مع حد اذاكم وهتاخدوا حقكم تالت وامتالت فيه خوف عندكم من اكتر من حاجة ورغم الخوف اللي عندكم ده هتكونوا منتصرين من الشخص اللي مات عندكم مازال بتبقوا عليه فيه استقرار حلو جدا لحياتكم الفترة دي الناس اللي حصل عندها انفصال هيبقى فيه رجوع او هيبقى فيه تخطية لأكتر من حاجة انتو هنا على وشق التبشرات الحلوة او فيه خبر عندكم هياخد كل حياتكم في الانفراجات باذن الله من الشخص اللي طمعان عندكم طمعان حتى في المية اللي انتو بتشربوها وانتو حسيتوا بالكلام ده انتو فيه عقبة موجودة قدامكم عايزين تمحوها من حياتكم باي شكل فيه كمان هنا امور باذن الله الامور دي هتكون خير لكم من الشخص اللي انتو حاليا نحطينه في بالكم ومعايزين تاخدوا منكم تاخدوا حقكم باي شكل ليه علشان حسين ان هو ازاكم فعلا عندكم كمان تطهير من علاقة سامة او من عيشة سامة او من حاجة مؤزية لكم الله اعلم فيه اكتر خروج من اكتر من حاجة انتو الفترة دي ما بيتوش تفكروا في اي حاجة تأذيكم او اي حاجة تعباكم بدأتوا تفكروا ان انتو تطلعوا من اي ازازمة من اي مشاكل من اي امور سلبية كمان باسم الله ماشاء الله عليكم في حياء اللي يكون من جوه قلبكم يعني ممكن القلب اللي عندكم بينزف في تغيرات حلوة او انتصارة حلوة في تغيير جزري لحياتكم بإذن الله انتو بتلعبوا دور كبير جدا هو الدور اكبر منكم بس يعني خلاص بدأتوا ان انتو تقيعلي قلتوا ان انتو احنا تعبنا فلازم ان احنا نبقى احسن من الاول عشان كده في امور مستجدة لكم بس في حد عندكم معجب بكم اول فترة دي وعايز يتكلم معاكم عايز يفتح معاكم مواضيع عايز يعمل اي حاجة علشان يرضيكم بس انتو من كتر الصدمات اللي انتو اخدينها مش حاسين مهما يعمل او مش يعني مش شايفينه بمعنى صح فياريت تخلوا بالكم الفترة دي وزي ما قلت لكم حاولوا بقدروا مستطاع تطهروا حلقتكم باي حد او تخرجوا من اي دي او من اي ما احنا متوزع عليكم من اشخاص موجودة في حياتكم اللي بيفكر في المحكمة هيكون خير او اللي بيفكر في التجديد هيكون خير لكم انتو ما يعجبكمش اي حد مفيش اي حد يعجبكم بتنشدوا جدا او بيكون فيه او بتشدوا قوي قوي للاشخاص اللي تحسوا فعلا اللي تسحب قلبكم من مكانكم اه لو بتحبوا حد بلاش تتلموا عنه كتير فيه اي سنين او بقى لكم كام سنين حاجة ما غيرتوهاش ابدا انتو اصلا بتحبوا التغيير بتحبوش الروتين ابدا بس فيه حاجة عندكم عايزين تغيروها بقدر المستطاع الفترة دي انتو مشيين بما يرضي الله وعشان كده ربنا بيكرمكم من حيث لا تحتسب ما بتحبوش التبذير ولا بتحبو ان انتو تكونوا مبزرين زيادة عن اللزوم انت بتحبو بتمشوا بما يرضي الله دايما حاسين ان الناس اللي حواليكم مش كويسين دايما عندكم وصواس بيقولوكم على الحاجة القبل ما تحصل وبتسألوا اسئلة كتير يعني احنا ليه بنعرف او بنحس بالحاجة قبل ما تحصل انتو عندكم غدر والغدر دا جالكم من ناس مقربة انتو عندكم ظلم والظلم دا بيخليكم تفكروا كتير طيب مين الطفل اللي عندكم مازال تعبان وبيعاني وانتو عملتوا حاجات كتيرة جدا من اجل ومفيش اي نتيجة ليه بتجيلكم رعشة من وقت للتاني من غير اي سبب في حاجة يعني انتو ممكن يكون عندكم حاجة جديد حاجة مخنوق لا اما مريض لا اما في سجن لا اما كده محجوز الله اعلم الحاجة دا تعبان وانتو بتعانوا من اجله انتو اصلا بتحسوا باللي حواليكم جدا طيب في باب مقفول عليكم والباب المقفول عليكم دا بيخليكم بتعانوا والشخص اللي طمعان فيكم دا ان شاء الله باذن الله ربنا هاخد لكم حقكم في الوقت المناسب انتو عندكم طاقة انتظار وطاقة الانتظار دي قريب جدا الامور عندكم هتستجد في حياتكم كمان انتو هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم فك لقرب في حياتكم الفترة دي حرفية وزي ما قلت لو انتو عندكم ضغط نفسي او تعب او اي امور فيها عراقيل فيه تحسن الفترة اللي جاية وفيه امور عكس تماما اللي انتو فيه والبشرة الصارة دي هتفرحكم طيب قولولي بقى انتو عندكم طاقة زعل طاقة الزعل دي على مين على الشخص اللي موجود اه تعبان عندكم ولا على مين فيه شخص عندكم انتو تعبانين على تعبو وزعلانين على زعلو اه او انتو دايما العلاقاتكم باللي قدامكم بتبقى بتتأثروا جدا بيه بسم الله اللهم صلى وبارك على سيدنا محمد الفترة دي حرفية عندكم صنفرة صنفرة لناس كتيرة جدا هتمحوا ناس كتيرة جدا من حياتكم او ناس كتيرة جدا اذا كانت ظلمتكم او قزتكم زي ما يكون فيه ناس حرفيا انتو هتخرقوها بس انتو ليه حاسين بكسرة ليه حاسين ان العقبة جي مزالت موجودة انتو فيه حد كروحكم فيه من ازمة خروج من اي مشكلة سلبية مؤثرة عليكم كمان انتو هنا بينكم وبين حد حاجة مشتركة ايه هي الحاجة المشتركة دي الله اعلم بينكم وبين حد ايه اشتراك في امور تجديد في طاقات الله اعلم استقرار نفسي استقرار جسدي الله اعلم بس انتو فيه امور صالحة لكم هتعملوها انتو مليتوا من المكان او مليتوا من الكلام او مليتوا من نفس الحاجة اللي عملا تعملوها ممكن في حد عندكم عمين تتكلموا معاه وتقولوا للطريقة اللي انت ماشي فيه ده غلط الحاجة اللي انت فيها بغلط وهو مستمع لكم كلام ولا مهتم باللي انتو بتقولوا انتو هنا عندكم طاقة التوتر وطاقة خور حيرانين خايفين في امور عندكم بتستجد فلازم تخلوا بالكم بقدر المستطاع كمان انتو في حاجة هنا وقفة وعمالة تأذي فيكم او تاخد من الطاقة بتاعتكم انتو بدأتوا تقولوا خلاص عندكم حد دايما بيؤمر فيكم مدير حد اعلى منكم عمال يؤمر فيكم وانتو مش حابين المواضيع دي فيه رسالة والرسالة دي هتكون زي الرياح هتجلكم وهتبشركم وهتنقذكم من حد عمال يأذي فيكم تمان انتو خسرتوا حاجة والخسارة دي كانت من عند ربنا لأجل ان انتو تحسوا بالحاجة اللي جاية لكم فيه حد ناوي ينتقم منكم على حاجة هو فهمها غلط او حاجة انتو ملكمش لها زم هو فهم المواضيع غلط انتو حاسين انو فيه حاجة بتسحب من الطاقة بتاعتكم حاسين فيه بواجع قلب فوضية وانتو برضو ملكمش اي زنب فيه الفترة دي فيه يعني حد هيجي فعلا وهيتطبطب على حياتكم ويقول لكم احنا كنا ظلمينكم في يوم من الايام او كنا غادرين ما كناش متوقعين كده فيه اه موضوع او فيه قاعدة او فيه كلام كنتوا قاعدين فيه وتكسفتو او اه زعلتو او حصلت حاجة فيه ده فقا وشكم احمر الله اعلم بس حصل عندكم كسوف وخجل ليكم اه كمان انتو هنا باسم الله ما شاء الله عليكم اه فيه بصمة فيه امضة فيه حاجة جديدة هتعملوها وهتكونوا مبسوطين اه كمان فيه حد عمال يتناقض فيكم الحد العمال يتناقض فيكم ده انتو مش هتدوه اهتمام هتطلعوا من اللي انتو فيه بازن الله وهتكونوا منتصرين انتو عندكم ضعف اليومين دول في اكتر من حاجة وده طبعا ازياكم بس ما تزعلوش خالص على نفسكم انتو عندكم تغيرات حلوة او استجداد لاكتر من حاجة كمان انتو ماشيين بما يرضي الله وعشان كده دايما نيتكم تجاه اه الامور اللي حياتكم سليمة من اللي دخل عندكم في مشروع او انتو دخلتم في مشروع او كنتو شغالين في حسابات الله اعلم في حاجة كنتو عامدينها وحصل فيها خطأ او حصل فيها مشكلة في حد ضربكم ضربة والحد انتو دربكم ضربة ده انتو ما توقعتوش في يوم الايام انو يعمل فيكم كده او يأذيكم طيب في حاجة الفترة دي حرفيا هتبطلوا تعملوها يعني اذا حاجة حاجة هتبطلوا تفعلوها الله وعالمية ايه بس في حاجة انتو دايما بتعملوها الفترة دي هتبطلوا تعملوها هتقولوا خلاص يعني انتو ازيتوني فعلا قلبكم هنا موجوع رغم ان انتو صبرتم على حاجات كتيرة جدا بس القلب مازال موجوع وبينزف مافيش حاجة الفترة دي مؤسرة عليكم غير العين انتو اا يعني مافيش حاجة مؤسرة عليكم قوي غير العين الكبيرة اللي مؤسرة عليكم في كل حاجة ومخلياكم دايما فيه تراجل مافيش اي حاجة بتستجد عندكم فلازم حرفيا التحصين والاسكار بتبعدوا عن اي حاجة مؤزية ليه علشان انتو مميزين جدا في كشف الحقيقة مميزين جدا ان انتو تعرفوا الناس علي حاقتها مميزين جدا ان انتو بتعملوا اشياء جديدة واشياء مختلفة فلازم تخلقوا بالكم ومهما الحاجة دهمركم في حياتكم ابعدوا ما تخليش اي حاجة تأثر عليكم ليه علشان انتو محصودين حزدا تاما في حياتكم كمان انتو هنا عايشين وحسين ان انتو مش عايشين حسين ان انتو في حاجة بتاخد الطاقات بتاعتكم فخدوا بالكم وخدوا حزاركم من الناس اللي موجودة في حياتكم حاجات كتيرة جدا ضعت منكم وبتدوروا عليها حاجات كتيرة جدا رحت منكم وبتفكروا فيها الفترة دي في طاقة جديدة في امور جديدة في قوة خارقة على اي شكل في حياتكم كمان انتو باسم الله ما شاء الله عليكم هيكون في هدية هتتجاب لكم او انتو بتا يعني ممكن موعدكم تكون مزبوطة قوي يعني بعض منكم كل شو يبص في الساعة البعض منكم لا في الساعة البعض منكم بيفكر يجيب ساعة الله أعلم انتو عندكم موعد دقيقة وموعد كده مهمة وكده نكون خلصت كراءة المجموعة رقم اتنين والمجموعة رقم واحد يارب استخارتنا النهاردة تكون عجبتكم وتكون مميزة بالنسبة لكم وما تبخلوش عليا ولا باللايك وتقولولي ايه الكراءة اللي انتو بقت عليكم الاول للاولى ولا التانية